السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الثالثة الدوائر الكهربائية ثلاثة إلى خمسة الدوائر العملية المقاومة الداخلية تحتوي جميع مصادر القوة الدافعة الكهربائية على مقاومات صغيرة جدا بداخلها تسمى بالمقاومة الداخلية والمقاومة الداخلية هي المقاومة الكامنة في مصدر القوة الدافعة الكهربائية والتي يتحول فيها بعض الطاقة إلى أشكال أخرى كالشغل المبذول في دفع الشحنة الكهربائية من خلال المصدر نفسه ويوضح التمثيل البيان التالي كيف يمكن أن ينخفض فرق الجهد الكهربائي بين طرفي مصدر القوة الدافعة الكهربائية مع ازدياد شدة التيار الكهربائي المتجفق منه ونلاحظ ازدياد سخونة مصادر الطاقة الكهربائية والبطاريات عند استخدامها ويعود سبب ذلك في أن بعض طاقة الوضع الكهربائية للشحنات تتحول إلى طاقة داخلية لأنها تبدل شغلا ضد المقاومة الداخلية للخلية يمكن تحديد شدة التيار الكهربائي عندما تتصل خلية كهربائية بها مقاومة داخلية بمقاومة خارجية R بالمعادلة الرياضية التالية سيجما إبسلون تساوي سيجما V ومنها فإن إبسلون تساوي IR زائد IR فلإيجاد شدة التيار I نكتب المعادلة الأساسية إبسلون تساوي IR زائد IR ثم نوجد العامل المشترك I فتصبح المعادلة إبسلون تساوي I في القوس R زائد IR ثم للحصول على قيمة I نقسم الطرفين على R زائد IR فتصبح المعادلة I تساوي إبسلون تقسيم R زائد IR ولإيجاد فرق الجهد V نستخدم المعادلة الأساسية إبسلون تساوي IR زائد IR ومنها فإن IR هي فرق الجهد V ثم لإيجاد فرق الجهد V نقوم بنقل IR إلى الطرف الآخر فتصبح المعادلة V تساوي إبسلون ناقص IR ونعرف فرق الجهد الكهربائي الطرفي للمصدر بأنه فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المصدر والذي يعتمد على شدة التيار الكهربائي المتدفق من المصدر مهارة عملية 3 إلى 1 تحديد القوة الدافعة الكهربائية والمقاومة الداخلية يمكننا الحصول على فكرة جيدة عن القوة الدافعة الكهربائية لمصدر كهربائي معزول أو بطارية بواسطة توصيل فولت ميتر رقمي عبر المصدر ويمكن تحديد القوة الدافعة الكهربائية والمقاومة الداخلية من خلال التمثيل البياني بين فرق الجهد وشدة التيار واحد القوة الدافعة الكهربائية هي نقطة تقاطع المنحنة البياني مع محور الصادات وهي تمثل قراءة البولت ميتر قبل غلق الدائرة الكهربائية اثنين نستطيع إيجاد قيمة ميل المنحنة للحصول على قيمة سالب R وهو سالب المقاومة الداخلية أو نستطيع ذلك مباشرة من العلاقة R تساوي إبسلون ناقص V تقسيم I تأثيرات المقاومة الداخلية R يمكن حساب الحد الأقصى لشدة التيار الكهربائي الذي يمكن تدفقه من بطارية كهربائية بافتراض أن المقاومة الخارجية R تقريبا تساوي صفر من خلال المعادلة الرياضية التالية IMAX تساوي إبسلون تقسيم R وكلما زادت شدة التيار الذي تزود به البطارية تناقص فرق الجهد الكهربائي بين طرفيها ويتضح ذلك جليا عندما يحاول سائق السيارة تشغيل السيارة والمصابيح الأمامية مضاءة فإن بدء تشغيل المحرك يتطلب تيارا كبيرا من البطارية فيهبط فرق الجهد الكهربائي بين طرفي البطارية وبالتالي تخفت إضاءة المصابيح الأمامية أثناء التشغيل مجزئات الجهد الكهربائي نستخدم ترتيبا معينا للمقاومات يسمى بدائرة مجزئ الجهد الكهربائي للحصول على فرق جهد خارج بمقادير معينة ونعرف مجزئ الجهد الكهربائي بأنها دائرة تقسم فرق الجهد الكهربائي V للمصدر إلى جزئين بحيث يكون فرق الجهد الكهربائي عبر الجزء الأول هو V1 وفرق الجهد الكهربائي عبر الجزء الآخر هو V2 بحيث تكون V1 زائد V2 تساوي V يوضح الشكل التالي دائرة مجزئ جهد كهربائي حيث يكون مقدار المقاومتين R1 تساوي R2 وتساوي 200 أوم ففرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة R2 هو نصف فرق الجهد البطارية فV2 تساوي Vout ويساوي إبسلون تقسيم 2 حيث إبسلون وهو فرق جهد البطارية يساوي 6 يقسم على المقاومتين على 2 فيساوي 3 فولت أما في الدائرة التالية فإن مجزئ الجهد الكهربائي التالي يعتبر أكثر فائدة فهو يتكون من مقاومة متغيرة وحيدة ومن خلال تحريك منزلق الاتصال للمقاومة المتغيرة يمكننا ضبط أي قيمة لVout بين 0 فولت عندما يكون المنزلق في الأسفل عند القطب السالب و6 فولت عندما يكون المنزلق في الأعلى ويمكن حساب قيمة فرق الجهد الكهربائي الخارج Vout باستخدام معادلة مجزئ الجهد الكهربائي Vout تساوي R2 تقسيم R1 زائد R2 ضرب VN حيث R2 هي مقاومة المكون الذي يتم أخذ فرق الجهد الكهربائي الخارج له وR1 مقاومة المكون الثاني في مجزئ الجهد الكهربائي وVN هو فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المكونين دوائر مقياس الجهد الكهربائي نعرف مقياس الجهد الكهربائي بأنه جهاز يستخدم لمقارنة فروق الجهد الكهربائية فمثلا يمكن استخدامه لقياس القوة الدافعة الكهربائية لخلية شرط أن يتوفر مصدر معلوم للقوة الدافعة الكهربائية يتكون مقياس الجهد الكهربائي من قطعة سلك مقاومة يبلغ طولها مترا واحدا في العادة بين النقطتين A و B كما في الشكل توصل خلية دافعة كهربائية معلومة المقدار Y-NOT بين طرفي السلك A و B النقطة A متصلة بالطرف الموجب للخلية الدافعة ولها أكبر جهد كهربائي النقطة B متصلة بالطرف السالب للخلية الدافعة الكهربائية ولها أقل جهد كهربائي ينخفض الجهد الكهربائي بشكل تدريجي عند الحركة من الطرف A إلى الطرف B على طول السلك كيف يمكن قياس القوة الدافعة الكهربائية Y-X من الشكل واحد يجب أن يكون الخلية الدافعة الكهربائية Y-X قيمة أقل من الخلية الدافعة معلومة المقدار Y-NOT اثنين يوصل الطرف الموجب للخلية Y-X بالنقطة A أي بطرف أكبر جهد كهربائي ثلاثة يوصل الطرف السالب الخلية Y-X بجهاز الجلبانومتر الحساس أربعة يوصل سلك الطرف الآخر من الجلبانومتر بالمنزلق الفلزي ثم نأتي للملاحظات واحد إذا لامس المنزلق السلك بالقرب من النقطة A فإن إبرة الجلبانومتر ستنحرف في اتجاه ما اثنين إذا لامس المنزلق السلك بالقرب من النقطة B فإن إبرة الجلبانومتر ستنحرف في الاتجاه المعاكس ثلاثة إذا لامس المنزلق السلك بالقرب من النقطة Y فإن الجلبانومتر يعطي انحرفا صفريا مما يدل على عدم تدفق تيار كهربائي خلاله ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا كان فرق الجهد الكهربائي عبر طول السلك AY يساوي القوة الدافعة الكهربائية للخلية X وإذا كانت نقطة الاتزان في منتصف المسافة على طول السلك فإن مقدار القوة الدافعة الكهربائية للخلية X هي نصف قيمتها للخلية الدافعة المعلومة والحساب القوة الدافعة الكهربائية YX غير المعروفة نقيس الطول AY وبذلك نستخدم العلاقة الرياضية إبسلون X تساوي AY تقسيم AB ضرب إبسلون نوت حيث إبسلون نوت هي القوة الدافعة الكهربائية المعلومة ويمكن اعتبار مقياس الجهد الكهربائي على أنه مجزئ جهد لأن نقطة التلامس Y تقسم سلك المقاومة إلى جزئين أو مقاومتين مقارنة القوة الدافعة الكهربائية على مقياس الجهد الكهربائي عندما يكون مقياس الجهد الكهربائي متزنا لا يتدفق أي تيار كهربائي من الخلية المجهولة وهذا يعني أن فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الخلية يساوي القوة الدافعة الكهربائية للخلية ونستطيع مقارنة قوتين دافعتين كهربائيتين إبسلون إكس وإبسلون واي باستخدام مقياس الجهد الكهربائي كما بالشكل فمؤشري الجلبانوميتر يعطيان حراف صفريا عند النقطة سي والنقطة دي ويمكن معرفة قيمة القوة الدافعة إبسلون إكس من العلاقة الرياضية إبسلون إكس تساوي AC تقسيم AB ضرب إبسلون نوت وهذه هي المعادلة الأولى ويمكن معرفة قيمة القوة الدافعة إبسلون واي من العلاقة الرياضية إبسلون واي تساوي AD تقسيم AB ضرب إبسلون نوت وهذه هي المعادلة الثانية ثم بقسمة المعادلة واحد على المعادلة الثنين نحصل على إبسلون إكس تقسيم إبسلون واي تساوي AC تقسيم AD مقارنة فروق الجهد الكهربائية يمكن توصيل مقاومتين على التوالي لإيجاد فرق الجهد الكهربائي بحيث تكون شدة التيار الكهربائي ثابتة توصل المقاومة R1 بمقياس الجهد الكهربائي وهي الخطوط الزرقاء في الشكل ويحدد طول سلك الاتزان وهو الطول اللازم لجعل شدة التيار صفر توصل المقاومة R2 بمقياس الجهد الكهربائي وهي الخطوط الخضراء ويحدد طول سلك الاتزان وهو الطول اللازم لجعل شدة التيار صفر ترجمة نانسي قنقر